اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج الاعلام والسياسة طبعا مصطلح الاسلام السياسي مصطلح جديد ومستجد على الساحة السياسية سواء دوليا او عربيا او حتى محليا شبه الكثير من الاختلاف بين مؤيد ومعارض هذا المصطلح في تعريفه الديني والاسلامي سنتعرض له من خلال هذه الحلقة من برنامج الاعلام والسياسة مع ضيفي في الاستوديو دكتور عماد حمدتو عميد المعاهد الازهرية في فلسطين اهلا وسهلا بك حياكم الله اهلا بكم في البداية تحدثنا في مقدمة هذه الحلقة بمصطلح الاسلام السياسي هذا المصطلح هل هو مصطلح جديد على الاسلام وواقع الاسلام التاريخي منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى اللحظة ام انه هو مصطلح يتم تدويره وتدويله بما يلائم الواقع السياسي الان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تحية لك استاذ خولة لهذا الاثير الطيب ونسأل الله ان يفتح علينا بما يفتح به على عباده الصالحين علينا ان نتذكر قول الله تعالى اني جاعل في الارض خليفة هذا الخليفة مطلوب منه اقامة شعائر الله سبحانه وتعالى واقامة حكم الله في الارض لكن بعض العلماء يقولون ليس لدينا صورة واضحة عن صورة الحكم في الاسلام خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هناك صورة واضحة منصوص عليها في القرآن او السنة لما اختلف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا في سقيفة بن سعدة حيث قال المهاجرون نحن احق بالامر وقال الانصار بل نحن احق بالامر وحسم المسألة سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بقوله من الامراء اي المهاجرين ومنكم الوزراء تكونت لدى المؤسسة الاولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مؤسسة الامراء ثم مؤسسة الوزراء كانت من الانصار ثم مؤسسة اهل الحل والعقد سبعين عالم من كبار علماء الصحابة يمثلون مجلس الشورى هذه الدوائر الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه في اشارة لقضية الخلافة بعده اشار اشارة عجيبة وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الامر بعده اوصى ان يكون من يأم بالناس ابو بكر رضي الله عنه فلما تولى ابو بكر قال الصحابة اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا للامامة في الصلاة اه الا نختاره لدنيانا يبقى وضح ان مسألة ادارة البلد وادارة الحكم امر من امور الدنيا وليس من امور الدين ولازم ندخل المدخل هذا ونحسن المدخل فيه ليش لانه اخواننا الشيعة اعتبر انه قضية الامامة والحكم هي البند السادس من قضايا الاسلام عندهم الشروط ستة الشهادتين اقامة الصلاة اتاء الزكاة رمضان الحج ثم الامامة لكن احنا عندنا اهل السنة وهذا الارجح ان قضية الحكم لا تدخل في مسائل العقيدة انما تدخل في ابواب الفقه طيب لنكون اكثر بوضوحا واكثر تفصيلا في هذا الموضوع هل يمكن ان نقول بانه الدين مرتبط ارتباط حقيقي بالواقع السياسي وله من التفصيل ما له في هذا السياق ام انه يمكن فصل السياسة عن الدين ام ان الدين فقط هو لمعتقدات لها علاقة بالعبادات والتشريعات الدينية الصيام والصلاة والى اخره لا شوفوا هو الدين احتوى على كل شيء ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الدين في عقائد في عبادات في معاملات في نظام حكم كل هذا وارد لكن كيف احنا نجسد هذا المفهوم بما يصلح للناس يعني ليس هناك كما قلت هيئة متفق عليها بعد النبي صلى الله عليه هل هي خلافة هل هي ملك هل هي رئاسة هل هي مجلس وزراء هل هي حكومة اذا توافق الناس على هيئة يستطيعون بها ادارة امورهم بما يحقق المصالح ويستبعد المفاسد حصلت الشريعة الاسلام ما ربطناش بنموذج معين وقيدنا فيه انه تكون ملك ترك لنا حرية الاختيار ترك لنا مسئولية اختيار المبادئ والاتفاق عليها ايش الحكوم العدالة معالجة الفقر شميل علاج البطالة تحقيق مبادئ العدل بين الناس توفير فرص العمل الأمن المساواة الأمن اعتبروا العلماء انه اي حاكم بده يجي بده يحقق مسألتين مهمة ايش هما الحماية والرعاية جميل الحماية داخليا وخارجيا والرعاية لحقوق الناس اه لذلك سيدنا مبكر اختصر على انطريق قال انا انما انا خادم لكم وعشان هيك لما سيدنا عمر سألوه ايش نولي بعدك مين انت بتشوف انت فقالهم ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني اللي هو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه استخلف عمر وان اترك ما اخترش حدا فقد ترك من هو خير مني اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا اجتمعوا واختاروا فيما بينهم من بينكم واحد للمسألة يبقى هذه المسألة لازم ناخد بالنا من المداخل في المواضيع هذه عشان ما ناخدش المسألة لو توافق الناس على صورة من صور الحكم الجمهوري الرئاسي الملكي او ما شابه ذلك العبرة ان نحقق مصالح الناس جميل يبقى اذا تحققت هذه المصلحة زي ما يقول الامام القيم اذا وجد العدل وجدت الشريعة جميل دكتور عماد حمدتو تحدثنا في بداية الحلقة وانت أكدت على جملة ان وجود الاسلام وتنظيم الحالة السياسية هي بناء على مصلحة الشعب الواحد من تحقيق العدل والامان والمساواة وتلبية رغبات الشعب من احتياجاتهم اليومية كيف ترى وضع التنظيمات والحركات التي بدأت تنشأ في الآوينة الأخيرة تحت مسميات مختلفة لها علاقة بالدين بأن ما يحدث على أرض الواقع الآن هو غير مطابق للشريعة الإسلامية وهم من يريدون تطبيق هذه الشريعة الإسلامية حتى ولو كانت بحد السيف هل الإسلام يدعو إلى هذه الطريقة هل الإسلام يدعى بحد السيف وهل الإسلام يدعو إلى تطبيق السياسة بحد السيف شوفوا للمشكلة هذه اختخولة إلها حوالي مئة سنة قائمة من يوم سقوط الخلافة العثمانية والدولة العثمانية في 1924 بدأت الصيحات تتعالى لدى جماعات إسلامية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير بقضية استعادة الخلافة الراشدة وكان مفهوم في قضية الإسلام السياسي أنه يجب أن يعود الإسلام ليحكم من جديد في نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأنه نرى مظاهر هذا الإسلام في كل زاوية من زوايا هذا الوطن وهذا شيء جميل وطيب والإسلام برحب فيه لكن هذه الجماعات الإسلامية أخفقت في عدة أمور وإخفاقها كان مروع وخطير في المسألة وهو لازم نعرف إحنا الغاية ونعرف الهدف ونعرف الوسائل الغاية دائما لأي شيء تكون في مسألة واحد وهي النضج الثمرة عشان نكلها وإحنا نستفيد منها لازم تكون ناضجة ناضجة طيب والغاية والهدف التي تصل إليه هذه الثمرة أن تستطيع أن تبني شجرة جديدة ولا يمكن أن تبني شجرة جديدة إلا إذا مرت بمرحلة النضج تمام اكتملت ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها تؤتي أكلها كل حين يبقى لازم الثمرة الشجر هذه يكون إليها ثمار ناضجة ومعلومة طيب هذه الشعارات الكبيرة التي رفعتها الجماعات الإسلامية أخفقت في تحقيقها وواجهتها عدة مصائب ومشاكل كبيرة من ضمن هذه المصائب أن بعض الجماعات الإسلامية اعتبرت نفسها أنها هي جماعة المسلمين وحدهم وأن كل ما عداهم إما كافر وإما مرتد وإما عميل واتخذت هذه صور للأسف الشديد صور مفزعة في تعاملها مع المجتمع يعني جماعة من الجماعات أخذت بعض شباب هذه الأمة وعملت عليهم صور وقالت لهم اسمعوا أنتوا جماعة المسلمين طب واللي برا الدائرة هدول مش من جماعة المسلمين طب أبويا أمي عمي بدأت تعزيز فكرة التكفير والتخوين والخروج هذا البلاء الكبير أنه إحنا واجهتنا بعدين هذه الجماعات استطاع العدو من الخارج أن للأسف أن يتلاعب يتلاعب ويوجه توجيه سيء في قضية نزاع داخلي ما بين القوى الوطنية والقوى الإسلامية ورسخت هذا المفهوم للأسف عبر مواجهات عنيفة ومرنا بتجارب عقيمة سواء في أفغانستان سواء في الصومال سواء في الجزائر سواء في مصر سواء في فلسطين وبدأ النزيف يستهلك أنت تموت من داخلك مشاكل المسلمين ما زالت تنبع من أرضهم وهذا البلاء الكبير المفروض أنه إحنا ناس بنعيش قضية ضياع الخلافة الراشدة بنعيش ضياع الحالة الإسلامية المفروض أنه إحنا لازم نميز في طريقنا هل أرسلنا لله دعاء للناس أم قضاء هناك أنبياء وهناك أقوياء لازم نفرق بين المنهجين رب سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإما نرينك بعض الذي نعيدهم أو نتوفينك يمكن تشوف فتح فارس والروم وهلك قريش ويمكن ما تشوفوش طيب إيش المطلوب يا رب فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب يبقى مهمة الأنبياء إخراج الناس من الظلمات إلى النوس متجاي أنا علشان مطمع سياسي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء ربنا سبحانه وتعالى ارتضى أحيانا أن يكون الملك كافرا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ليش حاج إبراهيم؟ أن آتاه الله الملك إنه مرود بسبب إيتاء الله له في الملك حاج إبراهيم وعترض عليه يبقى رب سبحانه وتعالى يعطي الدنيا ويعطي الملك لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب يبقى إحنا لازم قدوتنا مش الأخوياء قدوتنا الأنبياء بمعنى أنه أنا مهمتي أني أخرج الناس من الظلمات إلى النور لحظي هذه الأمة مهمتها مهمة إصلاحية للبشرية كنتم خير أمة أخرجت للناس كيف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ بعدين قال في الثالثة وتؤمنون بالله كأن الوجهة الأصلية التي أنشأت لها هذه الأمة هي إصلاح تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر حتى بعض العلماء كان يقرأ هذه الآية إيش؟ كونتم خير أمة كنتم خير أمة للناس أخرجت للناس يعني بمقدار هذا النفع الذي تنفعون به الناس يبقى رسالتنا إحنا رسالة شوف القرآن اختصر الكرام عن إيش الإسلام يا رب قال فأما الزبقوا فيذهبوا جفاءا وأما ما ينفع الناس اختصر كلمة الإسلام كله في كلمة إيش هي؟ ما ينفع الناس يبقى البرنامج اللي أنا جاي إليه عشانه أنا كمسلم للبشرية هذه جاي ببرنامج إقامة العدل نشر الحريات إعطاء كل ذي حق حقه أمره بمعروفة عن المنكر هذا جميل جدا ونرى كثير في تطبيق الحكم الموجود في دولنا العربية وحتى الأوروبية وحتى وإن كانت كافرة كما تحدث لكن لا نرى اعتراضا إلا من ولاة الأمر في الجماعات الإسلامية والمنظمات والحركات الإسلامية التي باتت تظهر جليا في هذا الموضوع وإعلاميا بالتحديد نرى الآن البعبعات الإعلامية التي تتعلق بإسقاط الحكم في بعض المناطق بالاعتراض على ولاة الأمر حتى وإن كان هناك اعتراض على بعض التشريعات أو القوانين الغير ملائمة مثلا لديننا الإسلامي الحنيف ولكن هناك شروط لهذا الاعتراض وأساسها عدم الخروج عن ولاة الأمر كيف ترى هذا الأمر وكيف تفسره من نظرة دينية إسلامية أنا أريد أن أقول لك يا أستاذ خول لو نحن على الهواء مباشرة في البرنامج التلفزيوني وتلفزيون فلسطين الرئيس محمود عباس ليس بحاجة إلى من يمدحه ولا بحاجة إلى من يذمه صحيح بحاجة إلى من ينصحه هذه مهمة العلماء عبر التاريخ مهمة العلماء الربانيين إنه النصح للعالم وهذه كانت رسالة سيدنا النبي ورسالة سيدنا أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين إنه يا جماعة الخير أطيعوني ما أطعت الله فيكم أطيعوني سيدنا عمر قال للناس يا جماعة الخير إنما أنا بشر وقد انقضى عهد النبوة فمن رأى في عجاجا فليؤذني يعلمني أنا ما بنزلش علي الوحي زي جبريل بنزل كالعلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا بشر ممكن أتعاطى بعض الأخطاء بعض الممارسات لكن هل الطريقة الوحيدة تبشيع صورة هذا الحاكم واتهامه بالكفر والخروج عنه وإراقة بحر الدماء الإمام أحمد لما يجوله قالوا له الواثق هذا عنده بدعة عقائدية بقول في كلام المعتزلة أن القرآن مخلوق وليس كلام الله بدنا نخرج عليه قال لا لم يكن السلف يفعل ذلك إني أنهاكم عن هذا الأمر ولذلك أثر عن السادة الحنابي الأيش قال لك قال لك حاكم غشوم خير من فتنة تدوم حاكم غشوم خير من فتنة تدوم بداش ندخل في اليوم الخلافات حتى في المدارس الإسلامية الجامية والمدخلية والإخوان والشغلات الإزهادية لم نلتقي لحتى الآن عبر قرن من الزمان بسبب الحركات الإسلامية وتصوراتها وحشوها الخاطئ والمخطئ في فكر أبنائها حتى هذه الحركات تختلف وتتنوع تكفير هذا الحاكم والخروج إيش تخرج على الحاكم أنت متكلم عن دولة كبيرة زي مصر فيها خمسة مليون رجل أمن ليش قضية تخرج عن الحاكم ونتصور أنه قضية إزالته عن الحكم حتى تحقق مصلحة للإسلام وين المصلحة ما احنا شفنا النتيجة أي من المصلحة في إراق والدماء ولا في الشام ولا في ليبيا ولا في اليمن ولا في البلاوي هذه العاقل من التعظى بغيره يا أخت خولة مين اللي بيختلف في الصومال جماعة السلفية مع جماعة الإخوان المسلمين الدين ضد الدين هذا ما تحدثت به بأنه حتى الحركات الإسلامية الآن باتت تختلف بدنا نتجزأ إلى جزيئات صغيرة جدا حتى في أفكارنا وعقائدنا فيما يتعلق بأمننا الداخلي الآن نحن نتفتت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أشهد أن محمد رسول الله 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 حيا للقلام حيا للقلام الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شوفي أنا مؤمن بكلمة واحد الجماعات الإسلامية تحتاج إلى مرحلة الرشد والحكمة حتى نحن في فلسطين هنا نملك الحق نملك شيء من القوة لكن نفتقر إلى الحكمة نفتقر إلى البصيرة في رؤية الأشياء كيف إحنا نجمع حالنا لما بنشوف حالنا تحت الضغط بنسير إحنا القوة الإسلامية مع القوة وطنية إخوة ومحبة ووحدة ومصالح وشالله إزايه لما بيفتح علينا شيء من الهوى أو لعاعات الدنيا أو شد لحبال من الدول الأخرى بنعيد الإسطوانة إلى قضية كفار المقاطعة والخوانة وشغلة الإزايه هذا ليس سيجد شيء طيب سؤال هل هذا إن دل فإنما يدل على أن إيمانهم حتى في هذا الموضوع لديه خلل المسلم الحقيقي هو من يكون ثابت على آراءه ومواقفه سواء كان الوضع مستقر أو حتى غير مستقر شوف المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن إيش بالله لا يؤمن قال من لا يأمن جاره بوائقه إيش بوائقه قال غشمه وظلمه بمعنى لا يؤمن بالله من لا يأمنه جاره الله أكبر فسر النبي قضية العقيدة الإيمانية بالله بسلوك عمل مع أخوك ومع جارك لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه إحنا بدنا نرتب حالنا لازم نعترف إحنا اليوم كعرب وكمسلمين زي ما قال ابن خلدون العرب أمة همج لا يحسنون السياسة العرب لا يصلحهم إلا الدين إذا أنت تؤكد على وجود المصطلح الإسلام السياسي ولكن ليس بالمفهوم المتنازع عليه أو المنتشر الآن في الأوساط الإعلامية المختلفة إنما بالمصطلح هو مفهومه الحقيقي إحنا محتاجين أن نتفق على ما نحن متفقون عليه العقائد محدش مختلف عليها أن الله واحد الأخلاق محدش مختلف عليها إحنا كمجتمع في غزة بنعيش في عنا حوالي 150 ألف عنس في عنا 250 ألف خريج في عنا مصايب سرطان في عنا في عنا كل هدول التراكمات من المآسي في حدا مختلف عليها طيب دعونا نعمل فيما اتفقنا عليه طيب هذه العقائد إحنا متفقين عليها والبلاوة والمصائب اللي نازلة فيها إحنا متفقين عليها صحيح بل في مساحة من قضية العمل السياسي العمل السياسي لازم ناخد بالنا منه أستاذا خولا في طريق عقائد زي لترين زي القطار سكة حديد صحيح لكن العمل السياسي هذا زي طريق السيارة متعرج إمكانية السير هنا وهناك والتراوح وهذه فيه مساحة في الشريعة للحاكم إنه يشتغل من خلاله بما يحقق المصلحة مع تفاهم هناك ضرورات نظم وهناك أحلام شعوب إحنا بنشوف اليوم قضية فلسطين اليوم بتمكن منها وبتدخل فيها طواغيت كبار صحيح قوة عالمية قوة كونية قوة مخيفة عشان نعرف إنه قديش إحنا حجمنا وحجم قوتنا وقدراتنا وإمكانياتنا أمام هذا الطوفان العالمي هل نأخذ قرارا يعقبه الموت ولا نتدبر أمورنا وننسحب شوية زي ما فعلوا الصحابة في غزوة حتى في الإسلام هناك كرر وفر لا شك لابد إن أنا أقيس المسائل هادي ولما الصحابة فروا في بعض الغزوات يجوا يبكوا لسيدنا النبي يقولوا نحن الفررون قال لا أنتم الكررون وأنا فئتكم مش أنتوا لا الانسحاب وإيقاف النزيف وإيقاف الخسارة جزء من الربح يبقى أنا ما بديش أنا أخذ تجربة وأغرر في أولاد الناس زي ما فعلت داعش في قضية العراق وفعت في سوريا وأبادت شباب في منتهى الرمزية والحب للإسلام لكن الفهم الخاطئ اللي ارتكبوه أباد أباد العباد والبلاد وقضى على قضية هو الإسلام ربنا بديو إيانا يعني مزيد من الدماء بديو إيانا عشان ننصر دينه مزيد من الكذب والافتراء وسفك الدم تبع الناس وهذا للأساس نفر الكثير من الأشخاص الذين كانوا يرغبون بالانضمام إلى الإسلام بابتعاد عن الإسلام حتى من المسلمين أنفسهم الآن باتوا يبتعدون عن الإسلام نظرا لفهمهم الخاطئ لهذا الإسلام سيدة خولة المسلم اليوم لا يكفي أن يحفظ القرآن الكريم يجب أن يحفظ مع القرآن الكريم مخططات سيكس بيكو لا يكفي للمسلم أن يعرف تفسير الإمام القرطبي يجب أن يعرف معه مخططات إسرائيل 1980 لا يكفي للمسلم اليوم أنه يقرأ صحيح البخاري لازم يعرف معه مخططات الويس اللي من الخمسة وخمسين وقاعد بفتت هذه الأمة ويقسمها تقسيم مش جغرافي تقسيم طائفي صحيح لابد أن ندرك أن هناك مخططات عالمية وجهنمية جاعدة بتعمل فينا ليلة نهار وأنه إحنا أدوات مفعول بنا للأسف الشديد بنفذ هذه المخططات بمحض إرادتنا وبنصلش لنتائج ولا دراسات بعد كل مصيبة 80 سنة من الصدام ما بين جماعة الإخوان المسلمين وما بين النظام المصري إلى أين وصلنا؟ مزيد من الدماء طيب يجينا نشتخل في المسألة الديمقراطية ولا في التجربة التركية ولا في التجربة الماليزية ولا في التجربة التونسية ما زالت خطوات وتجارب العمل الإسلامي تفتقد إلى الرشد وإلى النضج ليست هناك نضوجة ولذلك ما فيش عنا صورة واضحة لقضية كيف يعني أحد العلماء بسأله سؤال أنا في الثمانينات بقول له إيش رأيك في الحالة الأفغانية قال لي سينتصروا الأفغان ثم يفترقون عند الغنيمة ليش؟ قال لي أنه دخلوا المعركة هم أحزاب هم أصحاب حق ضد الروس المعتدين طيب وهذا اللي حدث صحيح بعد ما انتهت المعركة ضرب برهان الدين رباني سياف والطالبان استعانت بدأت تتفق أطلسي وضربت كابور بالمدفعية صحيح تتصوري أنت المسألة يبقى المشهد اليوم اللي إحنا جاعدين المسلمين لحتى الآن لم يضعوا بدايتهم على الطرق الصحيحة هناك هاجس كبير ومفاهيم عطلت هذه المشهد من قضية التكفير من قضية الولاء والبراء ودعمتها أفكار المودود وأفكار سيد قطب بالخروج للحاكم معتبار المجتمعات هذه مجتمعات كافرة ونشأ من خلالها جماعة التكفير والهجرة وبدأنا إحنا نتجزأ والمستشرقين والمستغربي اشتغلوا علينا شغل جبار في هذه المسائل وأصبحت فتاوة ابن تيمية تسرح وتمرح في بين الشباب في قضية التكفير هذا الحاكم حتى صار الإنسان ينظر لأخوه ولجاره ولأبوه هذا التأخذ نصوص بعينها مقتضبة وليست في مكانها الصحيح لتستخدم في مكانها الغير صحيح طيب الآن نأتي إلى دور رجال الدين في هذا الموضوع نحن نحتاج إلى رجال دين على قدر عالي جدا من المسئولية والثقافة والفكر بما يتعلق بقضايا البلدان العربية والإسلامية وتوجيه الشباب إلى الدين الحنيف الصحيح ودور الإعلام في هذا الموضوع كيف تراه وكيف تقيمه وأين نحن منه شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما إيج على عمرة الحديبية في السنة السادسة كان معه 1400 معتمر وإيش قال قبل ما يسير المفاوضات مع قريش قال والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة تعظم فيها الحرم والحرمات إلا أجبتهم لها بديش أقتلهم ولا بديهم يقتلوني بدي بس الناس تروح من مكة للمدينة على خير والناس تزور في المدينة أقاربها في مكة بدون دم بس ليش؟ قال لك لأنه جو السلام هذا اللي بيسموه جو الديبوكراطي أنسب الأجواء لانتشار دعوة الإسلام صحيح خلي الكافر هذا يشوف المسلم كيف بتوضى وكيف بيصلي كيف بيسجد وكيف بيصل الرحم وكيف بيبر والدي هذه المشاهد كفيلة أنه تغير صورة الإسلام الصعبة في عقيدته صحيح وفي توجهه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وافق على أنه إنهاء الحرب عشر سنوات إيقافها ممنوع يسير دم بيننا وبينكم عشر سنوات حتى يتسنى لهذا الجو الإسلام يا أخت خاولة بعيش في الأجواء الطيبة هذه وبينتشر بهدوء ليش؟ لأنه قوته في سحر بيانه لأنه عقيدة الله ودين الله سبحانه وتعالى الخالي من كل شبهة ولا شرك ولا بدعة ولا غيره إليه قبول عند الناس يبقى أنا لازم أفهم أنه أنا لو أنا باشرت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بدي أفهم أنه ربنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض وعد من الله بمعنى أن تجوموا بقضية الإيمان والعمل الصالح وربنا سيعطيكم الخلافة هذه هدية وعطاء من عنده طيب هذه العطية من الله سبحانه وتعالى سنلاقي أنه تحتاج إلى شعب بيعرف الدين إلى علماء بيعرفوا الدين إلى قضاء بيعرفوا الأحكام الشرعية هو أنا بدي أنطع الأحكام الشرعية مباشرة لشعب جاهل بالأحكام الشرعية لقضاء لا يعرفون الأحكام الشرعية طيب فكرك الأحكام الشرعية جديش هذه حصتها في الدين 2236 آية القرآن الكريم كل الأحكام الشرعية 200 آية الأحكام اللي فيها نصوص للحدود 9 آيات الله أكبر طب باقي القرآن نحن نقيم الحد قبل أن نثقف باقي القرآن إذا بتين آية أحكام من أحكام النفق وأحكام الأسرة والميراث والحرابة وكذا وتسع آيات بس في قضية الحدود طب والألفين الآيات مبادئ أخلاق قيم توسع في هذا الكون إجابة للعقول الحائرة عن وجود الله سبحانه وتعالى عن آيات الله في القلق يبقى هذا الدين اللي ربنا جاء هو جاء ليثمم مكارم الأخلاق يصلح البشرية جاء مش أنا الاسلام ما جاش لم عسكر الشاطئ ويجي العالمية رسالة عالمية ليش بنختزلها في أمة واحدة ليش كنتم خير أمة أخرجت للناس يبقى إحنا تقاعسنا وتراجعنا على أنه إحنا زي ما قال الإمام الغزالي الإسلام قضية ناجحة بس محتاجة لمحامي شاطر الإسلام ثوب نظيف في سؤال يحتار لربما به الكثير من الناس نظرا للتجاذب الإعلامي والسياسي والديني في هذا الموضوع من الأولى بالحكم العالم بأوضاع وحال البلد والواقع السياسي أم رجل الدين الذي له علاقة بالإمامة والخطابة والتفقيف الديني شوفوا الإمام عليه يختصر علينا المسافة وقال كلمة حلوة قال قدر كل مرئ ما يحسن إيش يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن بناء المسجد النبوي قالوا له فيه فلان رجل فقير لكنه يحسن بناء اللبن بابن طوب كويس قال ولوه بناء المسجد جميل لأنه تخصصه تخصصه مسألة إدارة البلد هذه مش مسألة بهمنا أن يكون أكثرنا خلقا وأكثرنا تديننا أكثرنا فقخا وضعوا للعلماء شروط في الإمامة وفي الحكم لكن بنا نخلي بالنا من شغلة أنه زمن سيدنا عمر رضي الله عنه غير زمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجمع مقومات عدة كان نبي يوحى إليه وكان إماما في الصلاة كان رجل دين ودنيا وكان قاضيا بين الناس وكان مفتيا للناس وكان قائدا للجيش لكنه نبي هذا نبي هذا بيجتمع لغيره كما اجتمع له لما إيجا سيدنا عمر إيش عمل فصل السلطات خلى إمام للناس للصلاة وخلى مفتي للمدينة وخلى قاضي وخلى مسؤول للشرطة وخلى مسؤول غادة للجيش يبقى وزع هذه المهام وزع المهام بناء على الحياة قوّرت لحنا قلنا إنه مفيش عندنا نص واضح وثابت في قضية إن ندير البلد بهذه الطريقة بالتأكيد أنتم أعلم بأمور دنياكم يبقى إحنا قضية الناس من تنتخبه وترجو فيه الصلاح واجتمعت الناس على خيرية رجل وبعدين إحنا وكفل له بالمرصاد بقضية النصيحة وبقضية مجلس الحل والعقد وبقضية التوجيه ليش نخلي دائما الحالة عذائية يا أخت خولة بدأ أقول كلمة في المسألة هذه في نظام الإسلام الشعب يراقب الحكومة وليس الحكومة هي التي تراقب الشعب جميل جدا بهذا نختم مشوار حلقتنا لليوم من برنامج أعلم وسياسة وللأسف كنا نحتاج إلى حلقات وحلقات لتوضيح الرؤية أكثر للجمهور الفلسطيني بالتحديد فيما يتعلق بمصطلح الإسلام السياسي والذي هو مصطلح لا نختلف على مضمونه وعلى جوهره إنما نختلف على كيفية إظهاره وإيصاله للناس أشكرك جزيلا أشكرا الدكتور عماد حمدته عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين نورتنا أكيد في إعلام وسياسة طبعا مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإعلام وسياسة سنلقاكم في الحلقة المقبلة إلى الإقرام اشتركوا في القناة 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 اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج منظمة التحرير الفلسطينية حاضر ومستقبل في هذه الحلقة نصلت تضوء على إحدى المؤسسات الهامة في منظمة التحرير الفلسطينية ألا وهي الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين هذا الاتحاد الضارب في القدم المهندس الفلسطيني العامل والمنتج هو أيضا منذ بداية القرن الماضي للحديث عن الاتحاد ودوره وعضويته في منظمة التحرير الفلسطينية وأهدافه نلتقي بالمهندس مجد الصالح الأمين العام أهلا بك حياك الله صديقي في هذه الحلقة نتحدث عن هذا الجسم الذي مثل المهندس الفلسطيني وكما بدأت هذه أجسام قديمة جدا منذ مئة عام أو أقل المهندس الفلسطيني هو من أوائل المهندسين الذين عملوا في المنطقة مهندس مجدي وأنت الأمين العام لهذا الاتحاد حدثنا عن تأسيس الأجسام النقابية الفلسطينية منذ أن بدأت في القرن الماضي بكل تأكيد كان المهندس الفلسطيني من أوائل الذين بدأوا بتشكيل روابط فلسطيني وعمل نقابي منذ ثلاثين نيات القرن الماضي وبالتحديد في العام 1935 في مدينة يافا تم تشكيل أول روابط للمهندسين الفلسطينيين وكانت سابقة في الوطن العربي ككل ومن ثم بدأت روابط للمهندسين الفلسطينيين في كل من غزة وفي القدس الشريف ومن ثم تجمعت هذه الروابط في بداية الأربعينيات من القرن الماضي وتجمعت بتمثيل واحد ساعدت على تشكيل التجمع الهندس العربي وبالتالي ظهور اتحاد المهندسين العرب شارك وفدا فلسطينيا برئاسة المرحوم المهندس رشيد الحسيني في تشكيل الاتحاد المهندسين العرب في عام 1945 وكاننا نشاط واضح وميز في هذا التجمع وهذا الاتحاد ولكن أحداث النكبة في العام 1948 فرقت العمل الهندسي وذلك نطيج طبيعي لخروج العديد من المهندسين حالهم كحال أبناء الشعب الفلسطيني إلى الشتات في عام 1948 وبقي العمل النقابي في فلسطين قليل جدا وخصوصا في الشتات بقي هناك عمل في الضفة الغربية حيث اتبعت إلى الأردن وكان هناك مشاط نقابي في بداية الخمسينات تم تشكيل نقابي للمهندسين بمركزي القدس وعمان في ذلك الحين في العام 1958 وباشر مجلس نقابة المهندسين مركز القدس في العمل في العام 1963 في القدس في بيت حالينا في مجمع النقابات المهنية ولكن بعد تأسيس منظمة التحالي بعد انطلاق الثورة الفلسطينية في العام 1965 هناك صارت حالة من تجميع الطاقات المهندسين في الدول العربية وفي العالم من أجل خدمة القضية الفلسطينية في ذلك الحين وتشكلت روابط هندسية في كل من الجزائر وسوريا ولبنان وليبيا هذه الروابط كانت منفصلة تم تشكيل تجميع هذه الروابط بلجنة تأسيسية في بغداد تقوم على تأسيس الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين لكل المهندسين الفلسطينيين في الوطن والشتات وتشكل الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين عقد مؤتمره في بغداد في 6-12-1973 في بغداد وشكل الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين الموجود منذ ذلك التاريخ ولغاية هذا اليوم يعني احنا وصولا لتشكيل الاتحاد كمؤسسة من مؤسسات المنظمة التحرير كان المهندس الفلسطيني يعني يعمل كان الفلسطيني في جميع الكطاعات ما هي الكطاعات التي تشكل منها الجسم الهندسي المهندس الفلسطيني مهندس بماذا كان في الثلاثين والأربعين في الخمسين يعني من اوائل من درس الهندس هو الشعب الفلسطيني كان هناك المهندس المدني ومهندس الكهرباء ومهندس الميكانيك والمهندس المعماري وهناك مهندسين فلسطينيين عباقرة في هذا المجال وقاموا بإنشاء مكاتب هندسية ضخمة ويسجل لهم في حضارة الوطن العربي وفي مشاريع الوطن العربي كافة خطيب عالمي شركة عملاقة منذ الأربعينات تأسست وتعمل في كل الدول العربية وفي العالم وهناك العديد توجه إلى قطاع المقاولات كالتريبل سي سعيد خوري وحسيب الصباق لهم بصماتهم في الوطن العربي وفي العالم المهندس الفلسطيني يعمل عمل في دول الخليج ساهم بشكل كبير جدا في النهضة العمرانية الموجودة في الخليج العربي وفي باقي الدول العربية في لبنان في مصر في كافة الدول العربية له بصمات واضحة للمهندس الفلسطيني نشأت منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية دفعت أو شجعت على تشكيل هذا الاتحاد ما هي أهمية انتماء هذا الاتحاد لمنظمة التحرير؟ بكل تأكيد كان أحد الرافض الأساسية حجز الطاقات الفلسطينية الهندسية من أجل قدمة أهداف الثورة الفلسطينية في حينه وكان هناك لجنة تسمى اللجنة العلمية اللجنة العلمية لا أريد الخوف في حديث عن تفاصيل عمل اللجنة العلمية ولكن اللجنة العلمية أسمت إسهامات كبيرة جدا في رفض الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في عدة قطاعات عسكرية وخلافه كان لها دور واضح لن نذكره على الهواء مباشرة لأنه ما زال هناك مهندسين موجودين على أرض الوطن من من كانوا في هذه اللجنة قدمت إسهامات واضحة لمنظمة التحرير وجليه وكبير جدا لمنظمة التحرير وللثورة الفلسطينية عدا عن ذلك التحرك العربي والدولي للمهندس الفلسطيني أوجد مساحة واسعة للقضية الفلسطينية وكان له دور توعوي عالمي وعربي نحن كاتحاد مهندسين العرب انضمنا الاتحاد المهندسين العرب في عام 1974 بعد تشكيل الاتحاد العام المهندسين الفلسطينيين بأشهر قليل ترأسنا الاتحاد المهندسين العرب كفلسطين ترأسنا لمرتين اتحاد المهندسين العرب وكاننا دور فاعل في إنشاؤه وفي تطويره وفي عمل اللجان ولغاية الآن لنا دور فاعل في اتحاد المهندسين العرب وبكافة اللجان نشارك بكافة اللجان المهندسين الأكفاء ولهم دور بارز حتى على مستوى تقييم الجامعة الفلسطينية لجنة التعليم الهندسة المهندسين كان لهم دور بارز في تقييم الجامعات في الدول العربية نعم مهندسني حضرتك تحدثت بإجاز عن دور المهندس الفلسطيني في الثورة الفلسطينية لنحن بنا نبرز هذا الدور ماذا كان دور المهندس الفلسطيني ماذا أضاف للثورة الفلسطينية لتوجه الشباب في ذلك الوقت من أجل أنه يدعم تحدثت عن لجنة اللجان لكن في التنظيم في التأطير في التجاليات في القواعد المختلفة إيش كان دور المهندس؟ لكي تأكيد الفئة المهندسين هي من النخاب وبالتالي لها تأثير على القاعدة الجماهرية وبالتالي حجد الطاقات ضروري جدا كان من قبل الاتحاد العام للمهندسين ولجان الفروع للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين أنت تستغرب أنه كان لنا 28 فرع في الخارج 28 فرع فاعل في الخارج سواء في الدول العربية وفي الدول الأجنبية الأوروبية والأجنبية بشكل عام كان لنا فرع في إنجلترا فرع في أمريكا فرع في فنزويلا فرع في إيطاليا فرع في النمسا فرع في هنجاريا فرع في اليونان هذه الفروع ساهمت بتوعية حتى الشعب الأوروبي بالقضية الفلسطينية وهذا عامل مهم جدا تداخلنا واشتراكنا في المؤسسات الهندسية الدولية كان له دور فاعل المهندس الفلسطيني أبدع ونال ثقة ثقة مهندسي العالم وبالتالي ترأس الفيدرالية الدولية زمين الأمين العام السابق المهندس مران عبد الحميد ترأس الفيدرالية الدولية للمهندسين انتخابا رغب كل الضغوط التي كانت تمارس من أجل عدم وجود فلسطين على القاربة عدى عن ذلك قدرنا كمهندسين فلسطينيين أن نحيد وأن نعزل إسرائيل تماما الكيان الإسرائيل أن نعزله تماما في المنظمات الهندسية الدولية سواء في حوض البحر المتوسط في اتحاد الهيئات الهندسية لحوض البحر المتوسط سواء في هيئة المعماريين لحوض البحر المتوسط عزلنا إسرائيل بشكل ثامد حتى في الفيدرالية الدولية لا وجود لها ولا تحضر أصلا لوجودنا الفاعل لا تحضر الكيان الإسرائيلي لا يحضر هذه الاجتماعات في التحاد المعماري العالمي كذلك لا تحضر إسرائيل هذا ضغوط مارسة ونحن نشهد بكفاءة الأكبر والعبد الحميد في تحركه الدولي الواسع والقدير وتأثيره على القضية الفلسطينية هذا عام المهم جيليو سلم جيل وحضرتك المنتخب لأمانة عاملها الاتحاد تسلمت الأمانة وإن شاء الله على قدها الأمانة هاي مهندسنا مجد الصالح إذا ما نتحدث عن الاتحاد ونعرف السادة المشاهدين الأجيال الجديدة التي لا تعرف عن المؤسسات الكثير ماذا نعني بالاتحاد كيف هي هيكلية هذا الاتحاد هو تشكيل هندسة له فروع في الخارج وله روابط في الخارج وكذلك في الداخل منذ العام 1999 وفي اجتماع المجلس الأعلى الموسع للاتحاد العام المهندسين الفلسطينيين وبحضور المهندس الأول الرمز الشهيد القائد أبو عمار رحمة الله عليه تم التوافق على أن تكون فروع المحافظات الشمالية فروع للاتحاد العام وكذلك فروع المحافظات الجنوبية فروع للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين بالإضافة إلى فروع القارج وبالتالي أصبحت لا نقول سيطرة وتمثيل المهندس الفلسطيني بين الوطن وخارج الوطن يمثله الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين للمهندسين الفلسطينيين هناك مؤتمر عام وهناك مجلس أعلى من رؤساء الفروع وعضاء الهيئات الإدارية في الفروع وكفاءات هندسية ومن المجلس الأعلى تنتخب الأمان العام للإتحاد وفي هذا السياق يعني أكعلي إحنا في الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين الأمان العام الجديدة كنا شديدي الحرص على التوافق الفلسطيني الكامل ما بين المهندسين وبالتالي ذهبنا إلى الإخوة في حركة حماس وفي الجهاد الإسلامي وشاركوا في المجلس الأعلى الممسع للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين وكان لهم تمثيل في الأمان العامة كحركة حماس وكافة فصائل وأطول منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك الجهاد الإسلامي له تمثيل في المجلس الأعلى لم نستثني أحدا والمستقلين كان لهم دوره يوجد في الأمان العامة أحد أعضاء الأمان العامة يمثل المهندسين المستقلين فلم نترك أحدا لأن هذا واجبنا كمهندسين أن نكون في طليعة الموحدين وفي طليعة موحدين الجهد الهندسين لخدمة القضية الفلسطينية أولا وخدمة المهندس الفلسطيني أينما تواجده طيب مهندسنا وضيفنا ضيف هذه الحلقة مشاهدينا نخرج في فاصل قصير ثم نعود للحديث عن أهداف ومهام الاتحاد مشاهدينا من جديد نعود لضيفنا المهندس مجدي الصالح الأمين العام للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين مهندسنا يعني هذا الاتحاد له الكثير من الأهداف حقيقة في أثناء التحضير حقيقة عرجنا على الكثير من الأهداف التي أنشئ من أجلها هذا الاتحاد وثم التركيز على المهندس كشخص وعلى الكطاع الهندسي طيب إذن نتحدث عن الأهداف بما يخص الكطاع الهندسي بماذا ركز الاتحاد؟ على ماذا ركز الاتحاد؟ يعني ركز الاتحاد على رفع كفاءة المهندس الفلسطيني لخدمة القضية الفلسطينية ولخدمة الوطن إذا كان على أرض الوطن هو لخدمة المواطن الفلسطيني ورفعة الوطن وبالتالي تنظيم العمل الهندسي كان على واجب مركز القدس هنا في المحافظات الشمالية وجمعية المهندسين في غزة وبالتالي لعدم تضارب القانون مع قوانين السلطة الفلسطينية فتنظيم المهنة ما زال موجودا لمركز القدس في الضفة في المحافظات الشمالية ولجمعية المهندسين في غزة في المحافظات الجنوبية هذا تزايد عداد المهندسين في الوطن بحاجة إلى تنظيم عمله وبالتالي بحاجة إلى موارسة مهنة حقيقية النقابات النقاب والاتحاد تعمل سوية على أرض الوطن هنا لرفع كفاءة هذا المهندس ولتوفير أفاق عمل ولتنظيم مهنة الهندسة وبالتالي مهنة الهندسة للمهندس حقوق وعليه واجبات وبالتالي النقاب والاتحاد حرصان كل الحرص على تقديم الواجبات والحقوق للمهندس وكما تعلم أخي هنا في نقابة المهندسين مركز القدس كان لها صولات وجولات في المحافظة ومتابعة حقوق المهندس الفلسطيني العامل في هذا الوطن لا أريد أن ندخل في هذا الجانب المهني سنركز على الاتحاد العام الاتحاد العام حاليا يهدف إلى رفع كفاءة المهندس الفلسطيني أينما وجد وبالتالي هناك دورات علمية دورات خصوصية تقوم بها الفروع لرفع كفاءة المهندس ولتحسين قدراته العلمية وبالتالي فتح أفاق عمل لهذا المهندس بشكل أفضل وبالتالي هي بداخل بتكون أفضل لحياة المهندس نعم أستقطع هذا الحوار في أنه يتحدث أنه تم تشكيل قبل أيام لجنة شبابية في الجسم الهندس الفلسطيني الشباب يشعر بأنه هناك عديد من التخصصات الهندسية في جامعاتنا لم يعود لها يعني الأثر في الكطاع أو حاجة للسوق الفلسطيني والشباب أيضا هناك خرجيين عدد كبير منهم عطينا عن العمل ما هو دوركم أنتو كاتحاد عام للمهندسين في التوجيه المهندسين توجيه الجامعات التعاون مع الجامعات من أجل يعني استحداث تخصصات جديدة في قطاع الهندسة وإذا كان فيه هناك يعني إشباع في السوق المحلي والعالمي والدولي والعربي من نوع مخصص من هندس لماذا يتم صرف على المهندس ألاف الشئ الدنانير مقابل أنه متأكد أنه سيكون في صفوف العطينا العمل بكل تأكيد منذ العام 2014 كان هناك مشكلة حقيقية في تزايد أعداد المهندسين حيث تم تزايد أعداد المهندسين في المحافظات الشمالية بواقع 8% سنويا وبالتالي وصلت إلى أعداد كبيرة جدا وهذا له عدة أسباب أحد الأسباب الرئيسية هي زيادة أعداد كليات الهندسة في الجامعات الفلسطينية هناك ست كليات هندسة بست جامعات فلسطينية كان مراسلات مع وزارة التربية والتعليم العالي بهذا القصوص وطلبنا بإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي مجلس التعليم العالي على ما أعتقده تم تشكيله بقرار جديد وموجود المقابات المهنية عضو في مجلس التعليم العالي هناك التعليم الموازي وهناك ثقافة الأهل ثقافة المواطنين أنهم يرغبون بتدريس أبنائهم أحد المهن الثلاثة صيدة لخندس طب وبالتالي لا ينظروا إلى سوق العمل المهم أنا أريد ديكتور أشتغل أو ما أشتغل مهندس اشتغل او ما اشتغل انا بدي اياه مهندس وهذا يعني النقابة ما بتقدرش تعمل شيء احنا في عام 2014 كانت هناك اول حملة اعلامية قامت بها نقابة المهندسين مركز القدس في ذلك الوقت هي على الاقل كانت حسب دراسي قامت فيها واحصائي قامت فيها تبين اين هي تخصصات التي يوجد بها فرص عمل واين هي تخصصات التي يوجد فيها بطالة وبالتالي قمنا بهذه الحملة التي هي حملة اسألة النقابة لطلاب الثلوية العامة تفاعل في ذلك الحين انا اذكر انه 156 الف واحد دخل طالب دخل الى موقع النقابة المهندسين او موقع الحملة في ذلك الحين وفي العام الذي يليه قمنا بنفس الحملة احتجت الجامعات الفلسطينية وخصوصا كليات الهندسة نزل معدلات القبول كان هناك توجيه طالبنا الجامعات في حينه بايقاف بعض التخصصات لفترة محددة ومن ثم ارجاعها كان هناك بعض التخصصات هناك بطالة 90% في التخصص وهذا ايش مهول اوقف التخصص لفترة محددة وركز على التخصصات هذا دور مجلس التعليم العالم بكل تأكيد ليس دور نقابة المهندسين توجه نعم وتعطي المعلومات وعلى صاحب القرار انتخذ القرار صحي طيب اذا بنتحدث عن عضويتكم في منظمة التحليف الفلسطينية عضويتكم في الاتحادات العالمية ذكرتها وذكرت مهندسنا مروان عبد الحميد وكيف كان في الاتحاد على رأس الاتحاد دولي ما هي كيف هي علاقتكم مع الاجسام النقابية العربية ما هي الاجسام النقابية التي تتكاملون معها وانتم اعضاء فيها عربيا نحن موجودين في اتحاد المهندسين العرب بشكل فاعل وممثلين في كافة لجانه هناك تسع لجان في اتحاد المهندسين العرب موجودين ولنا ممثلين يحضروا كافة الاجتماعات نعم في اتحاد المهندسين العرب نحن أعضاء في هيئة التحكيم العربية وكذلك نحن أعضاء في هيئة المكاتب والشركات الهندسية العربية هذا على المستوى العربي نعم وفاعلين بندفع اشتراكاتنا السنوية ومنتظمين منذو بينا في كافة اللجال بيحضروا لنا علاقات جيدة ومميزة مع كافة الهيئات الهندسية العربية بحكم التواصل وبحكم الدوام المواظبة على حضور الاجتماعات وتفاعل في هذه الاجتماعات وكذلك التفاعل في المؤتمرات التي يعقدها اتحاد المهندسين العرب هذا عربية دوليا نحن مشتركين عضو اساسي في الفيدرالية الدولية للمهندسين وكان لنا شرف رئاستها برئاسة في الاخمر وان عبد الحميد لمدة سنتين فاعلين على الساحة الدولية بشكل جيد نحضر كافة الاجتماعات للفيدرالية الدولية ولنا لوبي ضاغط بحكم علاقتنا الجيدة والطويلة مع كافة الهيئات الهندسية العربية والدولية المشتركين في الفيدرالية الدولية 18 دولة عربية بالاضافة الى المؤسس هو الاتحاد المهندسين العرب وبتالي لنا 19 صوت